حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر وعلى أرض مصر تحديات كبيرة وأحد أهم هذه التحديات الزيادة السكانية هذا الملف الذي تهتم به الدولة بكل مؤسستها للحد من هذه الزيادة التي تلتهم موارد الدولة هنتكلم عن هذا الملف وهذه التحديات وأيضا الرؤية للعلاج والتصدي لزيادة السكانية وبيشرفنا في الستوديو الأستاذ عبدالصمد ماهر الكاتب الصحفي ومسؤول ملف الصحة والسكان أهلا بك يا فندم معادي أنا محضرتك يا فندم أنا محضرتك باستاذ المشاهدين يعني الحقيقة كثير من المبادرات وكثير من التوجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة هذا التحدي الزيادة السكانية ولكن حتى الآن نقدر نقول أنه لازال التحدي قائم ولم يعني نلمس تغيير في سلوك الفرد تجاه هذه الزيادة إيه أهم مسببات هذه الزيادة يا فندم وإيه أهم نقدر نقول السلوكيات السلبية اللي بتقف أمام هذا التحدي أو حل هذا التحدي تمام يا فندم نحن نعتبر نقول أن الأزمة السكانية دي أو الزيادة السكانية دي أزمة الأزمات أزمة المترطبة عليها أزمات اقتصادية أزمات صحية أزمات اجتماعية هنبتدي تحلل الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي احنا حاليا دلوقتي في اللحظة اللي أنا بكلام حضرتك فيها تعداد سكان مصر مية واربع مليون تلتمية وستة ألف مية سبعة وثلاثين طفل بمعدل ما يقرب من طفل كل 29 ثانية عندنا موجود طفل كل 29 ثانية الزيادة السكانية في خامة الرئيس دايما بيتحدث عن الزيادة السكانية مش من أجل الحديث عنها عدد الموليد اللي موجود عندي لا يوازي حجم المشروع بيأكل التنمية الزيادة السكانية غير المبررة بتأكل التنمية تسبب معي بتعمل علي كدولة أعباء على المستوى الصحي أعباء على المستوى الاقتصادي أعباء على المستوى المدارس أعباء على مستوى الطرق ل social justice السكنية خلينا نتكلم بصراحة عشان نعرف نحل الأزمة دي ليه الأزمة السكنية لحد دلوقتي مفيش حلول قادرة تواجه الموضوع ده بشكل حازم أول حاجة مفيش توحيد للرسائل المقدمة للموطني يعني أنا ألاقي كذا جهة مفيش توحيد مفيش توحيد للجهود مع بعض عشان تقتي صمرها دراسة الجمهور اللي قدامي يعني أنا مثلا لما يقدم رسالة للمرأة الصعيدية هي لما يقدم دراسة للمرأة بتاع البحري غير المرأة العاملة غير المرأة غير العاملة طب هي إيه الرسالة اللي نقدرولي الموحدة اللي يعني تؤثر وتؤدي إلى النتيجة المطلوبة هل في فكرة أو اقتراح لرسالة موحدة مثلا يعني صحة المرأة رسالة موحدة للمرأة الصعادية للمرأة البدوية للمرأة القاهرية الصحة صحة المرأة والصحة الإنجابية صحة المولود صحة الطفل أعتقد ده مبدأ موحد الدخل القدرة على الانفاق ده ده بند واحد أو عنصر واحد أنا بكلم عن الصحة ده بند واحد أو عنصر واحد هوجه الرسالة عليه لكن أنا دلوقتي عايز أخاطب للمرأة الصعادية أبتدي أخاطبها باللغة بالبيئة اللي هي عايشة فيها المرأة في بحري أخاطبها باللغة اللي هي عايشة فيها لحد دلوقتي أنا لما بنزل حاملة مثلا عن تنظيم الأسرة وزيادة السكنية وتأثيرها ممكن لما أقول الرسالة مضمون الرسالة اللي هقولها في بحري لا يتناسب مع الصعيد والعكس والعكس الصحيح بس معظم الرائدات الصحيات أو الريفيات بيكونوا من المكان نفسه يا فندم فبيبقوا عارفين البيئة المحيطة ولغة الخطاب ودي المشكلة التانية اللي بتواجه المجلس القومي للسكان نقص الرائدات الريفيات ورائدات تنظيم الأسرة أنا عشان أبدأ تنظيم أسرة وده أبطأ سكاني لازم يكون عندي توفير للأدوات اللي موجودة بتاع تنظيم الأسرة ودي متوفرة يعني أنا موجود يعني في كافة المراكز الصحية والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية في الصعيد في بحري في اسكندرية في السواحل وسائل تنظيم الأسرة اللي هي سعرها بيوصل برا لألف جنيه بتنباع بالمجال أنا يفضل عندي حاجة تانية الوعي ما أنا مش هحمل الحكومة كل حاجة ولا هحمل المواطن كل حاجة العملية مشتركة ما بين الحكومة وما بين المواطن 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 يكون عنده وعي بأهمية التنظيم أهمية التباعد ما بين الطفل والتاني الدولة بدورها وفرت وسائل تنظيم الأسرة خلاص يبقى نيجي على دور المواطن الوعي الوعي قادة الرأي المشايخ الكنيسة الجامع المدرس وهقول لحضرتك الحاجة في حاجة نزلة في المناهج ده حصر حضرتك يعني في حاجة نزلة للمناهج السنة الجاية في الإعداد وفي السنوي عن التوعية بالزيادة السكانية والزواج المبكر والتصارب من التعليم ده نمازج يعني زوجة أو طفلة أو حالة خلينا نقول متجوزة عندها 17 سنة وكانت في 17 18 19 أنجبت ثم طلقت ثم تزوجت تاني وخلفت تاني قبل ما تتمل 21 يعني زيجة واثنين وتلاتة نحلل دول نحلل كيان الأسرة اللي هي زواج المبكر زواجة 13 دي حللي الكيان بتاعها من أول خالص هنقول إن ما فيش قانون بيجرم إن هي دلوقتي تزوجت وهي عندها 13 سنة ده أنا بقول حيك 17 كمان بلاش 13 دي يعني مأساة تانية لكن ده 17 يعني ملحقتش يعني أنت الحب والأم ليه بيرموا ولادهم كده الإنجاب بتاعها هيبقى قدي 3 و4 قبل ما تكمل 20 قبل ما تكمل 20 3 و4 أيوة الأطفال دول من 3 و4 من أول طفل ده الأم أصلا غير مؤهلة للزواج فتلفتني طفل عايز حضانة بيروحوا بقى للجدة والجد لأنها اتطلقت وتجوزت تاني وحصل طلق وحصل طلق وهي مش مسؤولة يعني اتشتتت الأسرة قبل ما تتكون هي ما عندهاش بنيان لقامة الأسرة أصلا يعني هي الفتاة دي ياك اللي عندها 17 سنة هو ده عايز خطاب بقى يعني هو ده كمان عايز إن الناس تقول لهم حرام عليكم اللي بتعملوه في ولادكم ده سلوك فردي غير منضبط وغير عقلاني وغير مسؤول لما الأب والأم والجد والجدة يشتركوا كلهم في إن هما يرموا البنت في زيجة واثنين وتلاتة ويبقى معاها أربع أطفال اتنين مع الجد ده واثنين مع الجدة دي واثنين معاها في بيتها مع الزوج الجديد ده عدم منطق مفيش عقلانية ده الحالات اللي هي ممكن نحن بنقول بتروح للجد والجدة دول ده الحاجات اللي فيها أسرية بعد كده ده يتحول لكم بلا موقوتها في الشارع طفل شارع ده يتحول لي بعد كده زي ما بقول حضرتك لطفل عايز رعاية صحية عايز دغط على المستشفيات ده الطفل بيعدي الشارع عربية يتصدم بعربية ده غير إن هما بينشأوا أساسا حالته من نفسية غير أسوية طبعا معروف إن الطفل ده هو غير سوي صحيا ونفسيا وله تأثير مجتمعيا على المجتمع من برة بيبقى عنده عداء من المجتمع من برة بيبقى شايف الطفل خلاص ما شايف البقى مركبة شايف الطفل يعني فيه طفل ماشي مع بابا ومامتو هو عنده حجد عليه لإنه هو منفصل فبيبتدي كنوع من العداء على المجتمع ونوع من الغير على المجتمع مأساة هتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة ونخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوارنا رجعنا مع حضرتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم والأستاذ عبدالصامد ماهر الكاتب الصحفي ومسؤول ملف الصحة والسكان ولازال حوارنا عن ملف الزيادة السكانية وهذا التحدي الكبير الذي يواجه الدولة المصرية أهلا بك فاندي معنا أهلا بحضرتك كنا قبل الفاصل بنتكلم عن خطورة تفكير الأب والأم والأسرة في أنهم يوجهوا أطفالهم من سن مبكر لفكرة الارتباط أو الزواج الحالة دي نقدرون لسبتها قد إيه في المجتمع إحنا عندنا ما يقرب من 128 ألف فتاة أو طفلة مش هنقول فتاة طفلة من سن الثلاثة للثمنتاشر 128 ألف أسرة 128 ألف أسرة 128 ألف طفل هيظهر لي غير صحي 128 ألف أسرة تفكك وما بين طلاق ده سنة كام أو في شهر كامل آخر مسح سكاني في 2021 ده آخر مسح سكاني خرج عن جنة خلال عام 2021 كان 128 ألف طفلة كنا وصلين ل 128 ألف طفلة تزوجنا في هذا السن اتجوزوا بالفعل من 13 ل 18 من 13 ل 18 ما بتكلمش عن سن بنوغ أنا بتكلمش عن 13 ل 18 ما بتكلمش عن الفتاة البالغة ما بتكلمش عن الفتاة الأمية ما بتفكرش لا أنا بتكلم عن كارثة كارثة بكل المقاييس تصارب من التعليم تصارب بالفهيات من التعليم الأخطر في المرحلة الإعدادية عندنا نسبة 2 و 2 من 10 من إجمال المتسربات في المرحلة الإعدادية الكارثة في المرحلة الإعدادية في إيه؟ اللي بتتسرب بتتزوج اللي خرجها من التعليم خلاص انت خلصت كده بتجوزك بقى وخلاص ونعمل للأسرة اللي موجودة اللي احنا بنتدن ترجع علينا تاني احنا زي ما احنا تكلمنا عليها بأسرة غير منضبطة بأم غير مسؤولة وبيحصل بقى إنجاب في السن ده بيحصل إنجاب بيحصل إنجاب بس أطفال ليه إحنا عندنا ده أقطع الحدانات بتاع الأطفال وسيادة الرئيس لما أطلق المبادرة بتاع الأم والجنين الأم اللي عندها 13 ده مش هتستفد بيها لأنني أنا مش محترف بيكي كدولة أنا مش محترف بيكي كدولة عشان تيجي تكشيفة عندي أنت مجرولة أصلا قانونا يعني هما كمان بعد ما بيتجوزوا ما بيتبعوش الحمل في الوحدات الخاصة لأن بيقى فيها مشكلة بيبقى ودي كرسة من ضمن الكوارث اللي موجودة بيبقى الزواج عرفي لحين بلوغ السن الزواج غير موثق غير موثق بورقة عرفية غير موثق رسميا غير موثق رسميا ورقة عادية مش هنقول لعرفي لأن العرفي بيبقى مسجل وموثق لا هي ورقة عادية لحين نكمال الزوجة السن القانوني يتم إثبات ذلك فلو خلفت في الفترة دي قبل إثبات الزواج كمان ما بتطلعش شهادة ميلاد شهادة ميلاد ولا الأولاد بيعترف بيهم ولو سفها ومشي وخلاص أطفال مين دور كارسة دي جريمة دي جريمة بكل المقييس مكتملة الأركان بالزبط هنيجي نتكلم على تدعيات الزيادة السكنية الزيادة السكنية حضرتك إحنا معدل الإنجاب لكل عشر سيدات أنجبنا عشر ثمانية عشر طفل كل عشر سيدات وفقا للمسح السكاني الأخير مسح السكاني ده بيبقى عشرين وواحد وعشرين وبعد كده هيبقى عشرين وثلاثين إن شاء الله بإذن الله كل عشر سيدات ينجبنا تمانية وثلاثين طفل ده بسبب الفترة اللي فاتت وفترة كورونا كان قبل كده تمانية وثلاثين طفل العدد ده نزل الفترة اللي فاتت بسبب بعض الظروف وبعد وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والحاجات دي فزيادة السكنية المعدل اللي إحنا ماشيين عليه ده أنا هقول لحضرتك على رقم صادم إحنا عشرين وثلاثين هيبقى عندنا مية وعشرين مليون نسمة عشرين عشرين اربعة وثمانين إحنا هنبقى ميتين مليون نسمة إحنا بنزيد في السنة اتنين مليون مولود اتنين مليون مولود يحتاج تسعمية فرصة تسعمية ألف فرصة عمل سنوية يحتاج إيه في المدارس آآ آآ الأسبة عندي أنا أنا ما عنديش موارد تلبي احتياجاتك الحاجة التانية أنا ما بقولكش أنا مش عايز إنجاب لأ أنا بقولك طفلين نبتدي نشتغل طفلين آآ الطفل الأول يا فرصة أخدم ولو مش عايز إنجاب إحنا دلوقتي في أسر بتقرر أو في ناس بيقرروا ما ينجيبوش لأنه مش شرط أنا عندي القدرة إني أربي إني أتحمل مسئولية ده ده يعني لا مبالاة وعدم تحمل مسئولية إن الواحد ياخد قرار مليان وفي أي وقت دون نظام ده عدم تحمل مسئولية ده ده أنت الموضوع زي ما حضرتك كلمت مع حضرتك مشترك ما بين حكومة ما بين حكومة ما بين شعب أنا وما بين مواطن أنا اللي لازم أن يكون عندي القدرة آآ أو الاستيعاب آآ الزواج ده الأول مشروع والأولاد مشروع تاني أنا لازم أن ما حدش يقول لي حيجي برزقه أنا ما روحش الصبح أعمل آآ جامعية بخلص تلاف جنيه وأنا مش شغال أصلا وقولها هتجي برزقه كل حاجة بتجي برزقه إحنا علينا السعي والتدبير ده بس لازم أن الأول أدبر أشوف الوضع اللي أنا موجود فيه دلوقتي إيه آآ علميا قال لك الطفل الأول كسير الاهتمام بيه الطفل التاني هناك اهتمام بيه الطفل التالت هناك اهتمام نوعي بيه الطفل الرابع مش موجود ده حقيق ماهيش موجود ماهيش اهتمام خلاص يعني إحنا حتى في القسر القسر البسيطة لما بييجي الطفل الأول لو جيش شوية سخنية على الحاجة نجري عالدكتور اجري شوف فيه الطفل التاني هتدي له حاجة هتلهم شوية مسكنا يبقى الدين يبقى كون بحصل تعاود بكل الاهتمام الاهتمام دي دي طبيعة بشرية لا يعني فيه طاقة فيه طاقة بشرية الإنسان في عمر معين غير عمر آخر يعني في المعيشة نفسها يعني أنا لما أكون طفلين أو ثلاثة هنقول ثلاثة بالكتير أو وقت ما نكونوا الغلطة بقى أنه هنقول في الثلاثة هيبقى فيه خصوصية البنات في أودا مستقلة الأولاد في أودا مستقلة هيبقى فيه النعم الأريحية نفسية طيبة الأطفال تطلع فيها أبقى لبعد مشروع طفل أو شاب في المجتمع هيطلع عنها فعل المجتمع مش هيطلع عبئة على المجتمع هي الدولة يعني بعض الناس فاهم أن الدولة مش عايزة زيادة سكانية مش عايزة أنا نخلف احنا مش عايزين زيادة سكانية احنا مش عايزين زيادة سكانية احنا بنقول لحضرتك خلف بس فيه دراسة جدول الموضوع احنا عايزين نوعية نوعية الاهتمام بهذه الزيادة السكانية خصائص سكانية خصائص بالزبط خصوصا أن يمكن القطاع الأكبر اللي بيبقى فيه زيادة سكانية هم القطاع زي ما بنقول عندهم يعني نوع من أنواع عدم تحمل المسئولية فيه عشوائية في القرار وبالتالي بيتركوا الأطفال لمصير مجهول مش قصة أو يعني مش مبدأ أنه الطفل بيجي برزقه أو البني آدم بيجي برزقه لا هي الفكرة أنه الرزق موجود بس هل أنت قادر على استجلاب الرزق ده يعني النخلة موجودة هل أنت قادر تهزها عشان تنزل البلد عندك القدرة لك تهز النخلة زي السيدة مريم هزي النخلة نخلة موجودة ده الرزق أنت عندك القدرة للسعي ما عندكش القدرة ده بقى رزقك أنت أنت مش قادر عليه هنا الاختلاف بين أن الرزق موجود بعشوائية ولا الرزق ده أنا قادر أسعى لاستجلابه والحصول عليه ولا لأ هتوقف مع حضرتك لحظات نخرج لهذا الفاصل ثم نعود رجعنا مع حضرتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم مستد عبدالسامد ماهر الكاتب الصحفي ومسؤول ملف الصحة والسكان أهلا بك أنا بحضرتك أنا بحضرتك ولازالنا بنتكلم عن أزمة أو مشكلة الزيادة السكانية وأي العوامل نقدر نقول هي الأكثر في هذه الزيادة هل الثقافة هل الفكر هل مقومات شخصية وتراثية حتى الآن أكثر عامل نقدر نقول بيسبب الزيادة السكانية من وجهة نظرك إيه؟ الثقافة الثقافة المغلوطة الثقافة المغلوطة سواء في بعض المجتمعات عن العزوة أو في بعض المجتمعات الأخرى عن الطفل الزكور عن الإناس أو في بعض الشخصيات بعيد عن المجتمعات يقول أن أنا قادر ماليا أنا قادر صحيا تميكن لا غير قادر نفسيا أو عقليا غير مؤهل أن أنت تكون رب أسرة أنا معي فلوس وأولادي أنا ما عرفش عنهم حاجة خالص يعني أولادي أنا سايب لغير ربيهم دعت تربية يعني في دماغي أن الفلوس ستعمل كل حاجة وفي جرائم كتير حضرتك إحنا يعني إحنا كصحفيين بنشوف الجرائم الموجودة كتير على مستوى الرأي العام لأب في اعتقاده أن الفلوس كل حاجة وبيدي لابني مبلغ مئة ألف جنيه في الشهر أو مئتين ألف جنيه في الشهر وملبي له كل حاجة بس هو بعيد عنه لأنه ما عندهش قوامة أنه يكون رب أسرة فالثقافات المغلوطة التانية والشائعات إحنا كان عندنا فترة ظلامية كان الاعتقاد فيها مجموعة من خفافيش الظلام طلت تنظيم الأسرة حرام ملقوش فايدة في الناس وبقى فيه وعي عند الناس تدعوا يقولوا إيه اللولا بيجيب سرطان ما فيش درسة علمية هنرد على جميع الشائعات دي ما فيش وسيلة تنظيم أسرة أثبتت أنه لها علاقة بالسرطان نهائيا وفيه مجلات علمية وفيه مواقع علمية تطرقت للموضوع ده الوسيلة وسيلة منع الحمل بتحدث نوع من العقمة عند السيدة ما حصل شيء ما فيش سيدة ركبت وسيلة حمل وحصل لها نوع منع بالعكس دالين كتير وبيتبع وسائل الحمل وبيقولك يعني حصل الحمل وأنا بتتبع الوسيلة يحصل حمل على الوسيلة بزاق مش العكس الدولة بدورها زي ما احنا تطرقنا للنقطة دي موفرة جميع وسائل تنظيم الأسرة في جميع في جميع الوحدات الصحية يعني يعني نوع من الأنواع والله يبين بقى بقى الفجني بره في الوحدة الصحية ببلاش ورائدة صحية أو طبيب التنظيم الأسرة اللي بتدي تركب يعني فيه خصوصية للمجتمع بتاعنا المجتمع بتاعنا مثلا مش عايز الدكتور لا فيه رائدات طرفيات وفيه طبيبات موجودين للمجتمعات أحنا تطرق برضو حضرتك المسح اللي نحنا فيه حاجة للمسح السكاني أثبت أن ريف الصعيد أعلى نسبة موليد في آخر مسح الحاجة المبشرة أن ريف وجه بحري يتعادل مع الحضر أو في اقترابه يتعادل مع الحضر في نسبة الموليد مع المدن مع المدن المدن يعني إحنا دلوقتي دخلين على الحاجة سلبية أو حاجة إيجابية الحاجة الإيجابية في وجه بحري السلبية في وجه في الصعيد ودي لازم يتم تكسيف الندوات الاجتماع بقادرة الرأي المشايخ الكنيسة المسجد ده كله لازم يتكتف مع بعضه لأن القضية السكرية دي بتاكل مني ومن حضرتك ومن المواطن اللي قاعد ومنك مهيش بمشكلة فرد هتأثر علينا كلنا فالتي بيكون فيه توحد لكافة الرسائل وكافة المجودات أنا بشكرك جدا مسؤول عبدالسامد مهر الكاتب الصحفي هو مسؤول ملف الصحة والسكان شرف تاني فاني شرف ليا فاني شكرا وغدا حلقة جديدة على أرض مصر شكرا شكرا